حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسمه فغدايهم بأن يصول فلم يطق كالليف إذ أظفاره تتقلم أمن الردى من كان يحذر بطشه أمن البغى البغاث إذا أصيب القشعم فهوايا بجنب العلقمي فليته للشاربين به يذاف العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيائم وبينه متقسم نادى وقايد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألمه أخي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم أو خائم يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم يوهو أنت يبنأ بمصارع فتيته والجرح يسكنه الذي هو أعلم قد رام يلثمه فلم يرى موضعا لم يدمه يعض السلاح فيلثمه نادى وقد ملأ البوايا آدي صيحة صم الصخور لهولها تتأى هذا حسام كما يدب به العدى ولواك هذا من به يتقى آيا يده ما خلت بعدك أن تشأل سواعد وتكف باصرتي وظهري يقصم الآن انكسر ظهري الآن فلت شوكتي ما خلت بعدك أن تشأل سوا وتكف باصرتي وظهري يقصم صاح حسين يا عباس هذا الواياك ينذيب أمهرك بالحرب ينعاك يخوي يخوي انكسر ظهري ولا قدر الفرقاياك وفرقك علي بعد يصعاب يا أخوي أنت العمد وانت الصاحب الرايا وبيوم الغاضر يبيك الكفايا أخوي زينب من يرد هلذيك الولايا يلو ضعني الحراء ويالغرب غراء ديقعد يا أخوي يتواع يمشرد الخيار وين البحراني اللي في الأخير وين البحراني شارك ديقعد يا أخوي يتواع يمشرد الخيار يمشرد الخيار يمشرد الخيار لعد فضل الأخوة فضلك يا أخوة ما شفتنا في الأخوة مثلك بذى المجهود قطع العدى ذرعان وشال العلا يتواع يمشرد وين البحراني سهمي العدى صايبني سهمي عليهم خاط خيل تدوس علي وخيار وخيل على فسطة وديقعد يخو يتواع يمشر دي الخيار خيار ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد أي منقلب ينقلب والعاقبة للمتقين قال الجليل في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا آمنا بالله صدق الله العلي والعظيم هذا منهج يجمع بين القصص القرآني وبين المفاهيم أيضا القرآنية كمفهوم الأخوة الذي من خلاله سنتعرف على موقف واحد من سيرة الحسين في كربلا إلا ترتبط بأب الفضل العباش سلام الله عليه يعني هناك أخوة غير اعتيادية أخوة قائمة على أسس جدا راقية وعالية كأخوة موسى وهارون فهي أخوة في النسب هو ابن أمه وأبيه وكذلك هي أخوة على المستوى العقائد على المستوى في الأفكار في المفاهيم هذه الآيات التي ذكرتها مع اختصارها إذ أن الآية الواحدة منها تتركب من ثلاث كلمات أو أكثر قليل ولكن فيها معاني كبيرة وكأنما شرحت في آيات أخرى شرحت في موارد أخرى في القرآن الكريم لأن بعض آيات القرآن تكون مختصرة وكلمات تحتاج إلى تفكيك تفككها وتحللها آيات أخرى هذه من غرر الآيات تكون بمثابة النص والمت وتأتي آيات أخرى تشرحها تكون بمثابة الشرح لها وهي من غرر آيات القرآن إذ قول على أن نبي الله موسى لما أرسل وقد ذكرنا قبل ليلتين لعله المورد الذي نزل فيه عليه الواح وكم كان عمره طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون معه أخوه هاروم وهذه الآيات التي ذكرتها تشير إلى ذلك بل تصرح لكن ليس معناها أنه يريد أن يتنصل من النبوة ويحول الأمر على أخيه هارون هارون هو الذي يقوم بكل العمل لا يريد أن يكون شريكا لأسباب مضوعية هذه الأسباب مثلا منها العقدة واللكنة إلا كانت في لسان نبي الله موسى وهناك شخص يقول بيانه أوضح من بياني يستطيع حاجج بشكل أوضح هذا اللي عبر عنه في آية أخرى بأنه هو أفصح مني لسانه يعني نبي الله هارون يقول عن أخي نبي الله موسى يقول عن أخي هارون بأنه أفصح مني لسانه فهذا سبب سبب الثاني يقولون كان هارون نوعا ما أقل غضبا من نبي الله موسى موسى شديد الغضب لكن في الله طبعا شديد الغضب في الله سبحانه وتعالى يقول أخاف يكذبوني هؤلاء فأغتاظ ويصيبني الغضب وما أقدر أحاججهم بالمستوى شنو اللائق في مجلس المحاججة بينما هارون ليس كذلك لن يغضب ذاك الغضب الشديد الذي يؤدي إلى هذا التصرف يعني أنه جدا ينزعج من الخاص حتى ما يقدر يركب الحجة أو أنه يعجز في بيانه من تركيب الحجة فلذلك لهذه الأسباب الموضعية مو أنه يريد يتخلى عن مسؤولية النبوة ومسؤولية الواحد ولذلك قال خلي يجي وياي مو أنه يروح الوحدة لا خل خلي يأتي معي كما قال هو أفصح مني لسانه والآن بيجي فعلى هذا الأساس هذا صار قضية شراكة بسمو في الوح وأشركه في أمري الشراكة هنا في الأمور التنفيذية وتطبيق فقرات الوح ومواد وبنود النبوة تطبيق مو قضية شنو الوح إليه ومو قضية أنه شريك في النبوة لا وأشركه في أمري في أمره يعني أمر تنفيذ هذه النبوة أمر إبلاغها أمر إيصالها تطبيقها الأمور القيادية الإدارية الخارجية وهذا عادة ما يقوم به الشخص الذي يكون من أهل ذلك النبي ولذلك تلاحظون أكد موسى وأرسل واجعل لي وزيرا ممن من أهلي ثم قال هذا من أهلي شخص معين ترى هو هارون وهذا هارون أخي هنا لاحظوا أخر فقرة أخي بدأ بإيش بهارون هارون أخي بينما هو المدار على أن يكون شنو أخو شخص من إخوته ولكن باعتبار قدم الكلام عن ذلك في قوله من أهلي من أهلي يعني من قرابته ما يحتاج يبدأ بكلمة أخي هارون قال هارون أخي نعم في موارد أخرى لأنه ما يوجد هذا المعنى ما سبق بذكر الأهل ما سبق بذكر القرابة ما سبق ما سبق بذكر الأخوة فالذي يتقدم الأخ على هارون وهذا ما حصل في مثل قوله تعالى في مكان آخر أيضا طلب شخص يشد ظهره في هذه الآيات قال أشدد به أزري أشدد به أزري يعني يعينني يكون هذا الشخص شادا لقوتي مقويا لقوتي شادا لظهري هذا اختاره في مثل هذا المورد في مورد آخر مباشرة يبدأ بالأخوة وأخي ما قال واجعل لي مثلا هارون أخي كما في الآية التي ذكر ناها قدم هارون هنا قال وأخي هارون أفصح مني لسانا فأرسله ردء معي فأرسله ردء ردء يعني كأنما نفس مضمون أشدد به شنو أزري ردء الردء هو العون الردء هو المعين هو الذي يكون سندا كما تقرؤون في دعاء الندباء وردء وإيش ووزيرا في دعاء الإمام الحج في وصف أمير المؤمنين كان لرسول الله محمد كان لرسول الله ردء ووزيراه معين جدا معين هذا ذكره قال معي ردء ليش ردء ليش يكون هذا ردء ويكون المعية معية التصاق دائما معي قال لأنه أخاف ذولك ما يصدقوني يصدقني فإني أخاف أن يكذبون يعني لما أروح بلغ إليهم يكذبوني وإذا كذبوني أغضب هذا المضمون الذي ذكرنا يطبق على هذه الفقرات الله سبحانه وتعالى شنو قال لي سنشد عضدك بأخيك ما يحتاج يقول هارون لأنه كان الحديث عن من سيشد ظهره شخص من أهله وهو شنو قال لي هارون وأخي هارون هو أفصح مني لسانه فما يحتاج ذكره فذكر الأخوة لأن المهم هو شنو أن يكون الشخص المعين من أهله وأخ من إخوته هذا الأخ شيء آخر بس المهم شنو المهم أن يكون من أهله فقد يكون أخا فقد يكون ابن عام فقد يكون شيء آخر بس من أهله من عشيرته من أهله فلذلك القرآن أكد على هذا الأمر الأخوة أو من أهله وقد يسمي وهو هارون لكن مو المهم هارون بما هو هارون المهم أن يكون هذا يعني في هذا المورد المهم أن يكون المبدأ من قرابته لأنه لن يخذ له لن يتركه الأخ ما يترك أخاه في الغالب الأخ ما يترك شنو أخاه هذا سر من الأسرار إلا هو التشريع وافق التكوين يعني النصوص توافق طبيعة الإنسان فإن الأخ لا يترك أخاه الآن في حالات استثنائية مثل قابيل وهابيل هذه مسألة استثنائية بس في الغالب شنو الأخ ما يترك أخاه فلذلك كان هذه الأخوة بين هارون وبين موسى أخوة مبادئ وأيضا أخوة تكوين وخلقة وطبيعة اجتمعت هاتان الميزتان فأعطت ثمار قال نتيجة ذلك أشركه في أمري معنى أشركه في أمري جعله على الأقل هناك مسؤوليتان مهمتان تفعلتا لهارون في قضية نبي الله موسى المورد الأول أنه سلام الله عليه لما أراد أن يذهب لفرعون كان معه يجادل وهذا الذي بيّنته الآيات المورد الثاني لما راح إلى المناجات عند جبل الطور ورجع وإذا دول يعبدون العجل ماذا صنع؟ اشتد غضبه لله فجاء إلى أخيه وأمسكه من رأسه وجعل شنو يجره إليه يعني هذا غضب لله لكن أراد أن يعبر عنه يقول أنا أخوي سويت في هذه الأمور يعني أنتوا بني إسرائيل قمتم بعمل جدا جدا شنيع فضيع عجلتم أمر ربكم واتخذتم العجل موسى فعل هذا الفعل فذكره أخوه بالأم بالأخوة التي من الأم قال يا ابن أمّا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يعني مسأل مي سهل إلى هذا الحدوص أرادوا أن يقتلوني ثم في أمر آخر يا موسى أنا لو طلعت من بينهم هو لماذا غضب نبي الله موسى قال لي ليش تركتهم وقعتوا إياهم يكون تتركهم وتمشي بينما كان هارون لم يخرج لأن موسى عند هدف من الأهداف أن لا يتفرق بني إسرائيل فإذا طلع هارون من بينهم تفرقوا ونزل غضب الله عليهم يعني بقاء هارون بينهم رحمة لهم وهو قال ليه فتقول فرقت بين بني إسرائيل بعدين تقول أنا كنت سبب في فرقتهم لو طلعت هذا اعتذار هارون لموسى هذا معنى وأشركه في أمري يعني تحمل المسؤولية وتحمل المسؤولية في عدة موارد منها الموردين الذين ذكرناهما ومن هنا كان الأخ بالذات الأخ الديني إلا هو أخ في المبادئ هو النعمة الثانية بعد نعمة الإسلام يقول نبينا محمد ما استفاد إمرؤ بعد الإسلام كنعمة الآخ وهذا حديث مضمون عن رسول الله عن علي عن الحسين عن الباقر عن الهادي سلام الله عليهم على الأقل هي الأسماء اللي ذكرتها هذه الأنوار مروية الرواية وعن غيرهم عن أبي عبد الله سلام الله كلهب هذا المضمون أنه النعمة الكبرى اللي يستفيدها الإنسان بعد الإسلام يعني دخول الإسلام من بوابة ولاية آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه النعمة هي نعمة الأخ أن يكون له أخ هذا الأخ يشاركه المبادئ والأفكار الدينية ويكون عوناً له على العمل الصالح ومن هنا نجد الروايات تحث على هذا الآمر تذكر هذا الأمر قضية الأخ يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسألة الأخ يكون الواحد يوجد له أخ وهو أكبر نعمة يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات والسلام في بيان هذا الأخ الذي يختاره الإخوة ثلاثة أخ لا بد منه في كل يوم فهو كالغذاء هذا الأخ يصير مثل الغذاء بالنسبة للإنسان وهو الأخ العاقل لما يكون الأخ عاقل حصيف هذا مطلوب الثاني وأخ هذا الأخ أيضا مهم ولكن هذا الأخ يكون كالدواء الدواء خب مو يومية تأكله وكل وقت تأكله وكل وجبة تأكله يعني طول العمر الآن فيه استثناءات أمراض مزمنة هذاك شيء آخر يقول أمير المؤمنين الأخ الثاني هو اللبيب وهو اللبيب هذا مثل الدواء وهناك أخ ثالث هذا الأخ الثالث لا يكون ذا اعتبار قال وأخ كالداء مرض وهو من وهو الأحمق لأن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك والأخوة ثلاثة في رواية أخرى عن أمير المؤمنين قال أخ يواسيك بنفسه وأخ يواسيك بماله وهما إخوان الثقاء دولا مهمين يختار إليه أخ صديق هذا صديق في المبادئ والأفكار هذا يواسيه تصل حد المواساة أن يبذل نفسه أو يبذل شنو ما له وهناك أخ هذا الأخ يريد منك البلغة واللذة ما صلحك بقولتنا ينتفع يشوف وينما أنت تفيد وتنفع يصادق وإذا انتهى صار ما عندك شيء تركك وولاك هذا تقسيم للأخوة إذن هذه الأخوة تستديم أيضا هذا أصل المبدأ كيف تتم وتستديم تستديم بالوفاء فلذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه الجفاء يقطع الأخوة فإذا عندك أخ لا تجفو تحتاج إلى أن تكون معه محافظا في قبال الجفاء محافظ على الأخوة ما يصير بينكم جفاء وإلا هذه نكبة هذا المبدأ هذا الأمر اعتبره نعم القرآن في مسألة الأخوة الموجودة بين هارون وبين من وبين موسى فقال أشركه في أمري هذا نفس نقدر انطبق على أخوة العباس ويكشف لنا هذه الأخوة الثمينة أخوة العباس للحسين سلام الله عليه كان شريكا في الأمر يعني في إجراء وإنفاذ أمور لا يمكن أن تتم إلا بواسطة الحسين سلام الله عليه نفسه أو من يقوم مقامه وكان الشريك له في هذا الأمر أبو الفضل العباس أنا أكتفي بذكري مورد واحد لما الحسين كان يوم التاسع مطرقا برأسه وقد يقال هومت عينا زحف الجيش هذا قبل ليلة العاشر يوم التاسع عصرا زحف الجيش يريد أن يقاتل الحسين فقالت له زينب يا أخي إن الجيش قد رهقك اقترب منك فنادى على من على العباس في مثل هالمواقف المتأزمة الحرجة الخطيرة الحساسة نادى على أبي الفار فقال له اركب بأبي أنت وأمي وقل لهم أن يمهلون سواد هذه الليلة فإن الله يعلم أننا نحب الصلاة وقراءة القرآن هذا الأمر الذي كان مهم بالنسبة للحسين هذا عبرت عنه الآيات التي ذكرناها في قصة موسى وهارون قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال لي أنا أحب الصلاة وأحب قراءة القرآن فأرسله جاء يقول الرواية جاء العباس راكضا يركض إلى القوم قال لهم إن أخي يطلب منكم أن تمهلون سواد هذه الليلة ثم زاد من عند جمل ما ذكرها الحسين لأنه هو شريك في الأمر هذه قضية إجرائية هذه قضية تنفيذية مو قضية وح فهو شريك للحسين سلام الله عليه هذا اللي يقول وأشركه في إيش في أمري قال قال فإننا في يوم غد واجهناكم إما قبلنا وإما رددنا يعني الأمر الذي عرضتموه علينا أنه لتأخذوننا إلى من؟ إلى عبيد الله بن زياد أسرى وننزل على حكم الأمير كما يقول قال وغدا نواجهكم بس إحنا مهلونا هذه الليلة فذاك اللعين عمر بن سع استشار الشمر قال ليه الشمر أنت الأمير فاستشار القوم قال له أحدهم وهو عبيد الله وهو عفوا عمر بن الحجاج الزبيدي قال له لو كانوا من الديلم لأعطيناهم ما سألوا نمهلهم ليلة وقال الشمر عليه لعنة الله إنه عفوا الأشعث بن قيس وقيل شبث بن ربعي قال أيضا أدلى برأيه قال أمهلهم سواد هذه الليلة وإنهم والله مواجهوك بالحرب غدان هذا يعرف نفسية الحسين أنه لا يلين للذل عزيز النفس قال عمر بن سعد هميريدي تحجج قال بأنه لو أعلم أنهم يقاتلون صباحا لما أمهلتهم هذه الليلة شاهدنا أبو الفضل العباس بعدة فقرات أضافها ورتب الموقف ورجع إلى أخيه الحسين فكان هذا الموقف من أبو الفضل خير مثال لشد الأزر وشد العضد وشد العضد وهو أيضا ردءا لأخيه الحسين هذه الثلاثة المفاهيم القرآنية في الأخوة وفي الإشراك في الأمر انطبقت على أبو الفضل العباس ولذلك الحسين أيضا عبر عن هذا التعبير قال يعني هذا معنى الجملة اللي قالها بعدين عند مصرع العباس الآن انكسر ظهري الآن انكسر ظهري هذا مضمون أشدد به أزري هذا مضمون نعم سنشد عضدك كان عضدا للحسين كما كان هارون عضد لمن لموسى كان العباس عضدا للحسين سلام الله يعني هو أخوه والعضد الذي كان كما كان عليا لرسول الله ولذلك عبر مثل هذا التعبير الآن انكسر ظهري كما ينقل الخوارزمي وعبر مثل هذا التعبير لما طلب أبو الفضل العباس البراز والجهاز قال له أخي أبو الفاضل أنت كبش كتيبتي أنت عماد جيشي إذا قتلت إذا قتلت انبعثت عمارتنا للخرى مثل هذه التعبيرات اللي عبر عنها ولذلك العباس كان يطلب من الحسين الرخصة فأعطاه بهذا المقدار قال إذا كان ولابد فاطلب لهؤلاء الأطفال قطرة من الماء وذلك لما جاءته سكين تحمل الطفل الرضيع عما العطش العطش وهكذا أطفال الحسين ينادون العباس العطش العطش لأنهم يعلمون أنه ساقي عطاش كربلا وهو أيضا السقاء من أوصافه العطش العطش فعند إذن نزل العباس إلى أخيه الحسين يطلب الإذن والرخصة يقبل قدمه ويقبل يديه وهو يقول إذلي فقد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين أريد أن أأخذ بثار نزل العباس يتمر ضعب الإحسين يشمي دوج دم رجليه والعين تسايل بالمدامع على الخدين لما حن بجحسين تحسر هذا طور السيد شرف رحمة الله عليه قبل أربعة أشهر توفي قرى في كثير من قرى البحرين سيد شرف الخابوري رحمة الله عليه نحن نستعيذ ذكرى هذا المرحوم المبرور بطوره نزل عباس يتمر ضعب الحسين يشمي دوج دم رجليه والعين تسايل بالمدامع على الخدين لما حن بجحسين تحسر اقل احسين يا زهرة زماني ياخو ينحلت بنتك عظامي دخليني أريد الحق عمامي أريد الثار قلبي دم يفور اقل لو داعت الله يا عيوني نيتكم وحادي تخلوني ركب وارزم وقالهم تعرفوني طليعة حيدر اللي في المشكر عروس الحرب والعباس عريس تبخت اربين زفاف ملابيس ركب وارزم قلوب المداليس طف حكف ونعم وكثر حرب عباس من صحة ويعرفة بيد السيف والبيرق بشفة وبيد الرمح والقربة بشتفة ومتراهي تلولح على العسكر خاضي خاضي الماء بس هاي سيب بورد ترس شف يرأ ويعط شبد تذكر لن أخوه حسين بعد ذب الماء من شف حمل أبو الفضل العباس على القوم فأقبلت الصفوف وأزدلفت الألوف فما زال العباس قد حمل على الميمنة حتى كشفها ثم حمل على الميسرة ثم حمل على القوم من ناحية الفراد وهمه أن يصل إلى الماء ويملأ القربة كي يسقي يتام الحسين حتى كشفهم عن المشرع قيل إن عليها أربعة آلاف كشفهم عن المشرع نزل إلى الماء اخترف غرفة بيده تذكر عطش الحسين فرم الماء من يده وللمشرع يمم قمر هاشي معدنة مثل الأسد والجمع راح تقول غزلة طبل النهر زعلان حاسر عن ذرة والماء خاض وشافه لوح بشعة عاف الشرب والعمر دون حسين باه ينظر الماء قلبه من العطش لهفة بيده غرف غرف وصاح قلبه يفور ليت العراق بزلزلة وفرات هيغو والله فلت روا وقلب حسين مفطو وعند حريم معطش واطفال رضعة أنا قلبي مشتت ولمرو ودقول هيهات عطش أنا خي وارتوي من ماء لفرات مقمت رضيع ويجدب على الماء حسرات أنا عمري بعد عمر أخوي حسين لا شاء وضال بوض مساقي العطاش وطلع بالجو ودى رب بين وبين أخوه حسين مسدون بيها سطا سيف وصوت أبروك ورعو والروس تمطر والدموم تقول طوفة إلا وحسن لازم مركزه وتجري دموعه يشوف نسف جاش العداه وشتتي جموعه وطلعت مريبة تضور زينبير جوعه اطصيح الكفيل ابطع ساهي عود خيه قال هيا زينب للنهور حوالي بجوعه واخلم لازمها عسى تسلمي زنودة طبي الخيم واطلبين نالله يعود هذا كفيلة والذي لطفال تضله آجركم الله أما أبو الفضل العباس فإنه ملأ القربه وركب صهوة جواده همزه نحو الخيام وهمته إيصال الماء إلى خيام الحسين نادى اللعين بن ساع لئن وصل العباس بالماء إلى الحسين وشرب الحسين لم تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم قالوا ما نصنع قال حولوا بين العباس والوصول إلى الخيام فأقبلت الألوف وازدحمت الصفوف حتى أحاطوا بأب الفضل العباس من كل ناحية هذا والحسين ينظر إلى أخيه وقد استفردوا به من كل جهة فلم يملك نفسه حتى همز فرسه نحو القوم وجعل يضرب فيهم بسيفه هذا والعباس يحمل على تلك الكتائب فإذا فرت يراها قد عادت مرة أخرى علم أن هناك فارس معه في الميدان آجركم الله ما زال العباس والحسين يحملان على القوم حتى التقياك كالريتناخ الجيش وإحسين انتخ عباس باليمن وبوسكن بالإشمة صبوا على العسكر من البردين زلزة ولك القصد خيه ورفيف العلم نيشة شمس النبوة وقمرها أشم يوم عاشه صبوا سحاب من الكتائب والسمة موه يوالي احتضنا وطلعة زينب اترحب بالاخوة قالوا لابن سعد ما نصنع لا نستطيع لهما قال فرقوا بين الأخوين فرقوا بين الأخوين قال الحسين للعباس كيف أعرف أنك سالم قال هذا اللواء ماذا من يرفرف فاعلم أني سالم إلى أن افترق الأخوان ساعة وإذا قد غاب العباس في وسط القوم ولكن كان يحافظ على لواء الحسين حتى لما قطعت يدا قد التزم اللواء وإذا باللواء قد سقط الحسين في المرة الأولى استنقذ أخاه لكن الآن في المرة الثانية جاء لأخي وجده بأي حالة وجده واللواء لا جانب المخ سائل على الكتفة قد قطعت يدا الله والسهم نابت في العين أيها عباس لا يحسين قوم من الخيام ذبوا العماين هذا بدوركم من خسيف يا أولاد هاشي يا أحسين قوم من الخيام أجيب أجيب شيئا سرد الجيش شكلات تور كفوق لرما عنكم أبو فاضل مشيه وضعتها لعيا يا الله درك تراه بجانب المسنا تناي لطفح جوادا وقاف يمو دمعه يمو دمعه يسي طفح جوادا وقاف يمو دمعه يمو دمعه ينادي أبو فاضل علي نحاطة خطة الحرام يا هلي باريها الحرام لو هواد اللي وأنا بعد ساعة على التربان لازم إلا تخسر على عضي دامه يا ويلي وصعدا يا زهرة الكون الذي ما قاط تندع ظهري تراه انكسر من فقدك ظهري تراه انكسر من فقدك يا عبايا طاح العلم واتفللت من العزم يشيل للمخيم قال قال يا المارو خلني على الشاط أعالج أعالج نازعات الرو أنا ما قدر أروح الخيام وانظر زينب تنوح وانظر دمع سكن على الخدين ساجين موسيقى 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 موسيقى